والآن إلى عالم الرياضة والمشاريع الصغيرة وحديثنا عن تطبيق تورك اندرم والذي أسسه أسام حبوب والجميل أصدقائي أنه بيقوم بعملية توزيع لبطاقات التخفيضات بشكل مجاني لأهالي الشهداء وذوي الإعاقة. دعونا تعرف أكثر على المشروع مع ضيفنا في الستوديو. أسام حبوب صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك حدثنا عن بداية الفكرة وانطلاقة شرارة فكرة تورك اندرم أو تخفيضات في تركيا. تمام تركيا. ولقيت من الصعب تعرفي موضوع اللغة هو موضوع صعب بالنسبة للجميع. أي حدا بدي يجي لهون يستكشف المكان بشكل عام إن كان مطاعم مقاهي ألبسة سياحة ترفيه. صعب موضوع اللغة. ما في شيء موفر للعرب لهذا الموضوع. من هون أنا بلشت معي الفكرة صراحة بالإضافة أنه حتى اليوم أزا حدا بدي يفكر أنه طب وين في أماكن تخفيض نحنا نحصل عليها نصلة كمان كان موضوع صعب جدا. هون بلشت أنا فكرتي بموضوع ترك اندرم وخاصا موضوع العالم الرقمي اليوم اللي نحنا كلا هاتنا راحين عليه. على هذا الأساس نحنا اشتغلنا على موضوع ترك اندرم. ترك اندرم هو بطاقة تخفيضات اللي من خلالها بتحسن تاخده تخفيضات بكتير أماكن. مطاعم مقاهي صحة وجمال ألبسة ترفيه حتى عناي اللي هو زراعة الشعر وغيره خدمات. حتى أصص تجميل حلو. طبعا كل شيء يخص النساء أو يخص الرجال. يخص باللازم ولا خلينا نقول الترفيه. نحنا بلشنا في حتى بحيث يلي التزاماتك اليومية أسبوعية شهرية سنوية حتى في عندك مدارس تعليم في عنا نحنا. يعني كل القطاع تقريبا شيء 15 قطاع نحنا مغطينو في شركة ترك اندرم يلي هو لأكتر من 500 شركة وصلنا في أسماء كبيرة مثل بيك ماماز مثل دونيا كوز. مستشفى عيون أكبر مستشفى عيون معروف في تركيا صحيح من الأوائل. المطاعم المشهورة مدارس سواءة حتى في عنا شركات أجل سيارات حتى عندك مولات فيها شركات ألبسة موجودين معنا. تخفيضات تصل إلى 60% نحنا حتى أسسنا التطبيق هذا التطبيق سهل لإستخدام من خلاله بتحسني تعرفي كل العروض نسبة التخفيضات التجار أماكن حتى في عنا خريطة وهذه الخريطة بتحسني تعرفك من الأماكن الموجودة حوليك وين فيك تصل للتخفيض. نعم. طبعا موجود بثلاث لغات عربي إنجليزي تركي. عنا في ترك اندرينفي عنا أربع فئات للبطاقات للمقيمين والأتراك في واحدة للسياح واحدة للطلاب واحدة لدوي الإحتياجات الخاصة وأسر الشهداء. شو الفرق بينهم؟ طبعا المقيمين مدتها عام بيحصل على نفس التخفيضات طبعا السياح مدتت للتشهور ما بيحتاج أكثر من هيك. الطالب مدتها عام أيضا ولكن بتفرق بالسعر أقل. نعم. وبنفس الوقت نحن نحاول لهم تخفيضات مميزة عند عدة أماكن حيث يأخذ تخفيضات. لأن الطالب دائما يحتاج إلى دعم بهذا الموضوع. بتأكيد. عندك بطاقة أزيل اللي هي تبع ذوي الإحتياجات الخاصة وأسر. الشهداء هي بطاقة مجانية. مسؤولية اجتماعية هذا لازم نحن نشتغل عليه. وزعناها مجانة لأسر. الشهداء الأتراك. لاصلة اللي هي ذوي الإحتياجات الخاصة اللي هي جمعية خاصة فيهم rπ في ب oft نحنj tts k olmak وطلوب دائما كافيضات خاصة فيهم. يعني إذن ما في مشافية، بالتعرفين أن. ل phonium من يحتاجوا أكثر من غيرهم. أهلا تخفيضات. على هذا الأساس نحنا وزعنا. أو انتم بانتم تصل وا لهم هم فقط يصل لنبط blank أو حتى. تطلّاب أو حتى سياح أو طبعاав حتى وнако. عند ما الإعلانات هلا احنا قنوات الإعلانية كلها كمالية نصفوا التالي كانت شهيد اعلانات ممولين زائد مشاهير زائد زائد أحياناً أيضاً نفس العملاء هو تعمل يروحوا لعند المطاعم يلاقي استيكر تبع ترك اندرم على الباب بصير عده فضول نحن حطي له كيو آر كود يقرأها مشان يحمل التطبيق يتعرف علينا أكتر عن طريق الأصدقاء المشاهير عملت دور كبير معنا الانفلونسر اللي هو أعلنت عن ترك اندرم والحمد لله وقت يكون المشروع بالسوق نازل بشكل قوي والعالم عم تستفيد وتحبه سيدي لحاله يعني نحن اليوم وقت يكون عندي عميل معنات عندي عميلين لأنه سيحكي لأشخص تاني لو ما اشترا صار عنده اطلاع وقت نحن منحاكي أو منتواصل معه خلاص بي لك أه اه اه اكي عرفتها ممكن نقتلع فيها وعامينا بالسعر نحن جداً مميز بحيث كل واحد بحسن يصل له نعم وهي مدتها متل ما شرحت لكم مدتها عام كامل وطبعاً في عنا شراكة كمان نحن مع شركة تانية نعم تقدم بطاقة فيزا يعني مع بطاقتنا صار في بطاقة فيزا مجانية حيث يحسن نستخدم العميل بدون ما يروح لا بنك ولا شيء بتصلى عنده على البيت بفعله وبحسن بحط بقل برصيد 750 ليرة بدون ما يستخدم بطاقته وأيضاً هاي الفيزا بحسن نشتري منها اونلاين أو اوفلاين جميل اونلاين من كافة المواقع ولا فقط المواقع التركية شركة فيزا هي عالمية انترنشوناً وين ما بدوا بحسن نشتري منها ما لمحدودة أبداً طب يعني اللي يعيش بتركيا أو بتابع أخبارها وأخبار التسوق فيها بعرف أنه في كثير من التخفيضات التي تحدث هناك هناك مواسم تخفيضات كثيرة انت من وجهة نظرك يعني كمدير لهذا المشروع شو القيم المضافة اللي فكرت أنك ممكن نضيفها بالفعل بهذا المشروع بحيث تكون عامل جذب لكل من يريد أنه ينتقي هذا الكرت ترك اندرم أو يتابع التطبيق تمام الحضرتك زكرتي هي مواسم أنت اليوم وقت تشتري أي منتج بدك تستني الموسم لحتى تشتري من عندهم مثال التخفيضات اليوم نحنا ما عنا هذا الشيء نحنا اليوم أنا مثلاً أحد المطاعم أو أي مراكز نحنا متعاوضين مع عقدنا معهم سنوي تأخذ تخفيضات على مدار العام هاي واحد اثنين أنا التخفيضات اللي أنا بجيبها ليس موجودة في المكان مثلاً رحتي على مطاعم لأيتي عنده تخفيض عشرة أو عشتين في المئة ما بسير يكون عنده إلا ترك اندرم إذا كان عنده بيكون نحنا عنا إكسرا في كتير أماكن ممكن إسكرو لكم إياها أنا بتروح وتشوفوها ما تسمعوا عنها تخفيض إلا من خلال بطاقة ترك اندرم هاي الحالة أسمى قيمة مضافة صراحة بالإضافة نحنا يعني فينا نقول نحنا دليل بالإضافة نحنا دليل اليوم أنتوا اليوم كم مركز زراعة شعر مثلاً أو تجميل بتعدي لي كم واحد بس وقت تفوتوا لعندي بتلاقوا العدد كتير كبير بتلاقوا كل معلوماتهم موجودة بتحسين تعرف عليهم تقييمهم بعدين عاملين نحنا ميزات في التطبيق كتير تشجع العميل صندوق هدايا بشكل دائم بتحسني تاخذي منه هدايا بتجمعي نوقات تاخذي منه هدايا بحيث نحنا يكون في عندي استمرار لإستخدام لكي يعرف أنه ما أبحث أنا عن طريق جوجل لا أنا أبحث عن طريق ترك اندريب لأنه كل شيء موجود مع تخفيض ما واجهت مشكلة أنك مثلاً يتسوق لأماكن غير معروفة عادة تعرف العرب يحبوا مثلاً يذهبوا للأماكن المعروفة أكثر اللي بيكون في الهبز عبر مواقع التواصل أو بالإعلام أنت ما واجهت مشكلة بتسويق هذه الأماكن موجود معنا بالعكس ما هو دائماً العميل بده يشعر بثقة أنت اليوم في قنوات للثقة التلفزيون السوشال ميديا حتى مو السوشال ميديا لحاله لازم عن طريق الإنفلونسر المشاهير مشهوري بيعمل ثقة كبيرة على فكرة بين المنتج وبين العميل لأنه اليوم وقت بيجربه هو يعني عاطفياً مرتبط مع هذا الإنفلونسر وقت بيحكي عنه بيقوم بيجربه مثل ما تفضلت عبر تواصل اليوم اليوم السوشال ميديا بتلاقي الناس كلها بتهجم على أي منتج بتحطي اليوم نحنا عم نحاول نكون أحد القنوات الأعلانية مثلا موجود عندك إنسيجرام فيسبوك مطسط بيقات نحنا ترك اندرم أحد القنوات الأعلانية لتتجهي له لا تسقي بهذا العملاء حتى اليوم مع عملائنا مباشرة نحنا ما منحب العميل يشتري من عندي إلا يكون على سيقة لأنه نحنا ما عم نبني لليوم نحنا نبني للمستقبل يكون واحد البطاقة مستفيد منا يأخذ تخفيض نحنا خدمة ما بعد البيع بتهمنا بشكل كتير كبير يوم يروح على مكان ما يأخذ تخفيض لسبب فني أو شو ما كان نحنا ما بصير عمنا يكون هادم نعم لأنه نحنا إذا بنا نبني للمستقبل لازم نفكر ما بعد البيع اليوم بسبعنا البطاقة وخلاص لا هذا مو دورنا ما بيخلص أبدا نحنا مغايتنا بسبع البطاقة نحنا بدنا يكون كترك اندرم هو معك بشكل دائم تقولي أنا ما عد أستغني عنه وهذا الشي يلي أنا بدي أستخدمه يومي أسبوعي شهري سنوي نعم طيب حسنتوا تحصلوا الفرق فعلياً ولا صار في خسالة مالية بالمشروع لو تخبرنا طبعاً إجبارياً منضوع أي مشاريع الرقمية يلي بيقول ما خسرت ما بصير بيختلف عن المشروع التقليدي المشروع الرقمي بدك تظلي تدفع فيه لحتى يبلش يبني نفسه صراحة الرقمي حلاوته بس تفتحي انتليون بيبلش بيجيك يدخل ولكن الرقمي بياخد وقت بس وقت بيشتغل نعم بيطلع بطريقة مختلفة يعني يعني في عن كون أمثلة كتير إذا من نحكي عالمياً أو محلياً كان عالمياً كان مثلاً فيسبوك ولا أمازون ولا إلى آخرهي وننحكي هون محلياً في عنا مثل عندك تطبيقات كبيرة N11 والهبسي بوردا كلها هي بلشت من الصفر وطلعت تأكيد ولكن في خسارات كتير كبيرة في المشاريع الرقمية بشكل عام وقاصة إذا ما كان الشخص نفسه عنده خبرة في العالم الرقمي بده يكون في تحديات بالتأكيد طيب خلينا نحكي شوي عن موضوع توزيع البطاقات المجانية لأسر الشهداء وذوي الإعاقة أو ذوي الإحتياجات الخاصة يعني خبرنا ما هي الميزات الموجودة في هذه البطاقات طبعاً نحن تم توزيعهم من خلال هالجمعيات مثلاً نحكي على منظمة ذوي الإحتياجات اسمها جنباً إلى جنب هاي المنظمة الوحيدة اللي مرخصة ومهتمة بذوي الإحتياجات الخاصة عند أكثر من 1500 مستفيد وبالتعاون وبالتعاقد معهم تم توزيع هالبطاقات 1500 بالإضافة شاركنا معهم بأحد تدريبات للمستفيدين اللي عندهم مشان يقدروا يدخلوا بسوء العمل هذول الناس بحاجة إلى اهتمام بشكل كبير لأنه بحسوا حالاً في عندهم شيء نائس والناس ما عم تهتم فيهم لأنه أحياناً في ناس فاقد ساق وفاقد يد وفاقد أي شيء عندهم بقالي نفسياً بيكون تعبان بحس وقت نحنا دخلنا لعندهم حسوا أنه فعلاً نحنا أنا إيمة وهنا أكيد لهم إيمة مئة بالمئة حتى في ناس مثلاً بوقت بتقول من يعني ذوي الإحتياجات خاصة أنا أحب سميهم ذوي الهمم لأنه فعلياً يعني في ناس منهم عم تنتج يعني ما في هو ما عنده هالطاقة الجسدية الكاملة ولكن بنتج سبحان الله وذوي الإحتياجات شو اسمه؟ ذوي الإسر الشهداء أيضاً كمان وقد دخلنا لعندهم نحنا كانوا سعيدين جداً وكانت أول مبادرة عربية دخلت بهذا الأمر يعني نحنا وحتى نبسطوا جداً وكان عندهم تقريباً فرعين وعندهم فرع الرئيسي بأنقرة إجر رئيس لهن طبعاً حتى بس يحضر هذا الموضوع التوزيق أنه ليشوف شو هالمبادرة وعرف أنه اليوم نحنا فعلاً مفكرين فيهن ولسه في عنا شغلات كثيرة أم نفكر فيها للمستقبل أن نشتغلها معهم بإذن الله مثل شو مثلاً نتفكر للمستقبل؟ يعني نحن بصراحة دول ما بيحتاجوا بس موضوع البطاقات وجيبيدهم تخفيض يحتاجوا إلى شيء اجتماعي تشتغلونيهم حفلات تقدمينهم هدايا زوريهم مثل ما ذكرت لك منظم يعني دول الاحتياجات يحتاجوا إلى تدريب إلى دعم إلى توظيف صحيح هذه الموضوع التوزيف نحن حكينا فيها أكثر من مرة حتى مع أكثر من الناس نحن نعرفهم أنه فعلا بناس يعني أبسط مثال عملنا التدريب بالكولد سنتر يقدر يعني لو فاقت ساقي بحسن اليوم يشتغل الكولد سنتر وهي حتى صارت اليوم بعد كورونا اليوم أزمة كورونا صارت بحسن يشتغلها أونلاين من المنزل عم بتمكنوهم يعني بالضبط بحيث يدخل بسوء العمل اليوم هذا الشخص ما بده تعطي مصاري اليوم بده يعيش بده اليوم يعرف حاله عم ينتج لحتى فعلا يستمر اليوم تعطي مرة مرتين طيب هو شو عم يعمل بحس حاله ما عم يعمل شي بها الحياة اليوم بالنسبة للبطاقة كانت هي جزء بسيط أنه اليوم بس دخلنا شوفوا نحن عم نفكر فيه نحن نجيب لكم طيب أوكي وباقي حياتي أنا ما بدي أشتغل ما بدأ عيش طيب أسامة أنت كمشروع ربحي يعني بيعتمد بالنهاية عن ربح وبالتأكيد يعني أكيد تسعى وكان هناك تحديات في بداية المشروع وخسارة لما بتفكر مثلا أنك لما بتوزع بطاقات مجانية ربما يكون هناك في خسارة كيف بتعوض مثلا هذه الخسارة كيف تتعامل بتتوازن ما بين أو بتوازن ما بين الربح وفي ذات الوقت أنه يكون في عندك عطاء مجاني وخيري ولله تمام هلأ إجباري نحن ديننا علمنا يعني ما في شي لله ما في شي بالله يعني أبدا السفينة لا في شي لله تغرأ حسنا نحكي كمان أيضا في البزنس اليوم المسؤولية الاجتماعية صارت أساسية بكل مشروع صحيح صحيح اليوم أنا بمجرد داخل بهذا الموضوع وهي نيتنا إن شاء الله بس لوجه الله تعالى اليوم الناس حتى عم تتشجى معنا تتعاقد أيضا أي أبسط مثال حتى اليوم العملاء نفسهم وقت عم يشوفوا هذا الشي عم يحسوا بمصداقية عم يصير فيه ولاء أكتر أنه هاي الشركة معناتها مداما عم تشتغل شوفوا يعني فكرة أكيد ربحي ولكن فيه شي عندك مسؤولية اجتماعية هذا الشخص مباني لليوم أي شيء أي مشروع أنتوا اليوم بتشوفوا الأسماء الكبيرة ماكدوناز دائما عندهم شيء مسؤولية اجتماعية بيطلعوا بيقول لك هاي خاصة لكذا هاي عرفتي صحيح هذا الشيء أساسي ما في شيء اسمه خسارة يقول عندي خسارة هذا بيكون مع احترامي شديد يعني يا ما حسبه صح يا أما اليوم ما له سامع يعني مثل ما بيقولوا أكتر عن المسؤولية الاجتماعية أو عن شيء لوجه الله تعالى بمجرد اليوم هذول فرحتهم بهذا الأمر اللي انتعم تشتغليه بمجرد أنه موجود عندك اسمهم بشركتك كل الناس عم تتعاون يعني حتى اسماء تركية وعربية وتسمعوا عننا البطاقة كان عندهم تركيز قال هذول الناس أنا بهموني أيضا أنا بدي شارك وبيدي أعطيهم شيء خاص فيهم يعني هذا الشيء موجود وهذا عدد كبير كان معنا ولليوم أنا الخمسمائة شركة اللي صاروا عنا كل ياتهم مستعدين يقدموا هذا الشيء ونحن نشتغل عليهم مراحل وفي منهم أيضا في اسماء كبيرة عنا كان عربية والغير عربية قدمت لهم شيء مجاني عن طريقنا حتى وتسمعوا قالوا بس أنتو نحن جاهزين يقدم كمان مسؤولية اجتماعية في معاهد أيضا مثل اي بسي ورايزن مثلا قدمت كراسي مجانية مثلا في عندك مطاعم ممكن تقدم وجبات مجانية جميل صار في تنافس في عمل الخير ما بينهم ما في أجمال من هيك صراحة حلو التنافس بالمادة ولكن في شيء لليوم في شيء للمستقبل بالليوم المسؤولية اجتماعية أنا برأيي صارت مهمة بكل مشروع صحيح مضرور كل واحد يحملها فوق طاقته يحمل على قده لو مبادرة بسيطة صراحة يعني طيب أسامة يعني فعليا شو بتنصح الناس اللي ممكن تفكر بأنه تخوض هيك مشروع بهذه الحياة خلينا نقول بحسب خبرتك بخصوص بشكل عام بشكل عام مشروع كان مثل تركي ندرم أنا صراحة يعني بموضوع العالم من نسمي يعني أنا بسميه عالم الرقمي طمام مشروع رقمي لأنه بالنهاية أي مشروع يفضل يكون لو كان تقليدي يربط معه العالم الرقمي صراحة موضوع يدخل خاصة العالم الرقمي لازم يدخله بالباب الصحيحة ما هو بوابة الصحيحة؟ هناك مثلاً حاضنات اسمها حاضنة بناء مثلاً هي أحد الأمثلة هاي الحاضنة بترعى المشاريع الرقمية بدخل بيشوفوا فكرته صحيحة بدربوه بيعطوا الاستشارات الصحيحة بوجهوه بالطريق الصح بعدين بيطلع الطريق الصحيح بحيث أنه اليوم يعرف حاله أنا هأنجح مشروعي أم لا؟ عشان ما يتكلف ويطلع يقول أنا لا أنا هأنجح هو بالآخير ما يطلع بنتائج جيدة المشاريع التقليدية ما زالت موجودة ولكن فيها تنافس كبير وصار فيها خسائر كبيرة مع مبول عدمت لساعة تقليدية تمام وفيه مشاريع للساعة طمعاً قطاعاً قطاعاً بعد أزمة كورونا صار مختلف لكن العالم الرقمي خلي طلع بتقليدي اللي عنده تقليدي لا يغير يضل فيه ولكن يربط معه العالم الرقمي ماذا العالم الرقمي؟ إن كان في التسويق قنوات الإعلان بشكل أكبر حتى نحنا فرقت معنا في شركات كانت مالا مقتنعة بمشاريع مثل مشاريعنا ما صارت اليوم تركت وراها لأنه عرفت إيمتها بأزمة كورونا صارت العالم تطلب بالبيت حتى نحنا لدينا تخفيضات أونلاين مو بس تخفيضات أفلاين يعني أنت باعتك كيكوت خصم بتوتي على تطبيق مثل تطبيق بازار أو غيره تغذي تخفيضك وأنت موجودة ببيتك وبيجي لعندك يعني مواقع عبر النت ممكن أن يكون فيها تخفيض مواقع بالضبط موجودة أنا عندي عدد صار كتير كبير وبي أغلب من قطاع بقالة كله يتجه للعالم الرقمي طيب نحن هذول العالم التقليدي يعني يوقف مشروع لا متوقف مشروعك ولكن اتجه أيضا تربطه بهذا الموضوع والذي يفتح مشروع رقمي مو غلط نحن حتى أسسنا جمعية اسمها ديجتر اسطنبول للعالم الرقمي جمعية غير ربحية تدعم كل واحد عنده مشروع رقمي فيها مستثمرين فيها ريادي أعمال فيها أيضا أكثر من قطاع مزودي خدمة أيضا نعم ومشاريع استثمارية كل هذا الحكي بس كلمان ندعم مشروع رقمية ولكن لحد يطلع مشروع أذا هو ما عنده خبرة بهذا القطاع مشان ما يضرب غيره ولا يضرب حاله جميل جميل هذه القيمة شكرا جزيلا أسامة حبوب مدير مشروع وتطبيق ترك اندرم على كل هذه المعلومات نتمنى لك التوفيق بكل تأكيد شكرا جزيلا لكم شكرا 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 شكرا